أمر صاحب السمو الشيخ السعود بن صقر القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 338 من نوزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة ممن صدرت في حقهم أحكام مختلفة من محاكم الإمارة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وفيما كرمة سامية بمناسبة شهر الفضيلة تكفل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء تلك الأحكام